يعني الولد أو البنت خدت جرع معاه من الأب والأم فطالما الآثار السلبية واقعة واقعة هل في مرحلة عمرية معينة العقل البشري ممكن عنده القدر على الاستشفاء من بعض الآثار السلبية المحدودة مش هي ممكن تكون خدته لسكة الانحراف التام هو للأسف الشديد لو حصل حرمان شديد من أحد الطرفين فبيصعب كتير قوي جبر هذا الأمر يعني معروف مثلاً أن الطفل لو اتحرم الأم في السنوات الأولى من عمره بيبقى مهيئ للاكتئاب تقريباً بشكل مؤكد أنه هيصاب باكتئاب لو اتحرم من الأب زي ما قلنا ممكن يبقى فيه اضطرابات في الهوية الجنسية والضطرابات في السلوك وحاجات بالشكل ده فلو كان الحرمان شديد هيصعب جداً جبره لكن لو كان الحرمان جزئي أو حرمان يعني مؤقت أو حاجة بالشكل ده النفس البشرية ربنا عامل فيها قدرة على الشفاء الزاتي ده اللي أنا بس أرعليه فيه هذه القدرة على الشفاء الزاتي والطفل عنده برضو مرونة عالية جداً وقدرة على التكيف بالذات لو كان فيه بدائل إنه لقى بديل فيه مدرس لقى بديل فيه مدرب لقى بديل فيه عم أو خال أو أي حد في حياته فده ممكن يساعده على التعافي من هذه الأزمة عزيمة